سلفية التي هي الإسلام صافياً كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم على أمرين أو على أمرين عظيمين الأمر الأول توحيد الله سبحانه وتعالى والبعد عن الشرك بالله عز وجل والبراءة من المشركين ودعوة الناس إلى هذا الأصل العظيم والأصل الثاني هو دعوة الناس إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بها النجاة وبها يعرف الإنسان دينه وتحذير الناس من البدع والمبتدعين وهذان الأصلان هما ركيزتان أساسيتان للدعوة السلفية وللإسلام الصحيح ومن بداهات الأديان أو العقول أن يتبع أو أن تتبع الأمة رسولها وأن تستمع إلى أمره وأن تجتنب نهيه وأن تصدق خبره وأن تعظم أمره وكل ذلك مما يعلم بداها ومما دلت وتضافرت عليه جميع الأديان السماوية ولما علم أعداء الإسلام أن ما يرد الشبهات حول الإسلام وأن أعظم الدفاعات للإسلام هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صاروا يحاولون التشكيك فيها ويحاولون أن ينكروها تارة وأن يلبسوا عليها التهم والشبه تارات أخرى في إمتى؟ وده موضوع تولى كبره منذ قديم الزمان طائفة المعتزلة يعني ديال دارين يطلع إليك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك أيها نتبع الرسول صح المولد يجيه جماعة النوبات تدور أي حاجة لكن لو جد قلت له واسمع ما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي تصدق بها يقول لك طبعا دا كلام ساي ما في حاجة يسمى سنة في إمتى؟ وتولى كبر هذه القضية الآن هذه القضية الآن الشلّة بتاعة حسن البنّة في إمتى؟ هذه الشلّة الخبيثة التي لن تجد ضلالاً على وجه الأرض إلا ولهم فيه سهم أو سهمان أو ثلاثة المجموعة دي في إمتى؟ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتشكك المسلمين في أصول واضحة وثابتة بالكتاب والسنة والإجماع في إمتى؟ وهم يتبعون في ذلك المستشرقين من النصارى الذين يزعمون أنهم من المسلمين ولذلك حاول أعداء الإسلام أن يضربوا الإسلام من الداخل بهؤلاء المجرمين يوسف القرضاوي محمد الغزالي العقاد أبورية سيد قطب وغيره وغير من المجرمين بتاعنا الأخوان المسلمين اللي شككوا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهم قد أخذوا هذه الأفكار الباطلة الضالة من أسلافهم من المعتزلة والأشاعر والجهمية وغيرهم في إمتى؟ يجي يتكلموا ليك عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما عندهم حاجة ثابتة ما عندهم أي حاجة ثابت في إمتى؟ والناس لعلهم بارح سمعوا هذه المهازلة واللعب بالإسلام بين اثنين من المبتدع الضلال واحد اسمه محمد مصطفى عبد القادر دجال الفتحاب الذي يأخذ أفكاره عن الشيعة في إمتى؟ ده واحد وده ما عنده فريق بينه بين الناظر كلهم على باطل وهذا يذكرنا بقول الله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء الاثنين على باطل تناظروا في شنو انتم؟ ما فاي مناظرة ما عندكم حاجة انتم لمناظرة باطل ودهك حمشهم في إمتى وزاغ منهم المزيع جاء بينهم ده برضو إن شاء الله بنفرد لك له حلقات تصبر له ده شغال يضرب في الإسلام صاحب قناة سوداني 24 دخل له موضوع تاني في إمتى؟ فجاء يتكلموا في السنة اعلم الآتي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أولاً يا أخواننا السندي السندي ثبتت بآيات من القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمٌ الحكمة هي السنة في هذه الآية ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ما نزل إليهم هو القرآن والذكر هو جنه هو السنة وغير من الآيات ربنا قال واذكرنا لنساء النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه واذكرنا ما يتلى في بيوتكنا من آيات الله شنه والحكمة من آيات الله القرآن والحكمة هي شنه هي السنة ولذلك جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديث لعن الله الواشمات والموتشمات إلى آخر سمعت امرأة من بني أسد يقال لا أم يعقوب الحديث في الصحيحين فقالت يا أبا عبد الرحمن سمعتك تلعن كيت وكيت وهي هذه المرأة قد لا تكون هي من أهل البدع لكن هذا السؤال بهذه الطريقة الآن صاروا يلعبوا به أهل البدع يقول لك انتو بتقولوا انحنا ما قلنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام قالت سمعتك تلعن كيت وكيت قال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله قالت لقد قرأت ما بين اللوحين قالت للغران أنا قريته فما وجدت فيه ما تقول قال أما إنك لو قرأتيه لوجدتيه أما قرأتي قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فذاك فيمتع أذل لك كثير جدا ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يطع الرسولة فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفظة فيمتع ربنا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وجاء في حديث المقدام ابن معديكرب الكندي في كتاب السنة للإمام ابن ماجة في مقدمة السنة كتاب السنة السنة دمقصد بيو الأمور آبتعت العقيدة والمنهج التي خالف فيها أهل السنة والجماعة جميع الفرق المنحرفة جاب قال باب ما جاء في التغليض على من رد حديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث المقدام قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال ألا يوشك رجل متكئ على أريكته شبعان أسمع الحديث ده كويس كأنه بيتكلم عن اليوم قال يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله دمش يقول قاله مبارح البليد داك مين عبد الرازق الشعبي في إمتى دمش يقول قاله مبارح النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أمتكئ على أريكته شبعان قال الإمام شارح كتاب سنن بن ماجة قال وهذا يدل على بلادته دا بليد انت فاهم الكلام دا دزل بليد والناظر أبلد منه في إمتى دزل بليد دار يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم على وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا شنو يا أخوانا إلا وحي يوحى ولذلك في مسنة الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أنه كان يكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يسمع فقالت قريش لعبد الله بن عمر قالت أتكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الصخط والرضا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم هو بشر زينا قال فترك الكتابة ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكتب فوالذي نفسي بيده وأخذ بلساني ما خرج منه إلا حقا دار تجيء أنت تطعم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن دي التربية بتاعة التراب والتربية بتاعة صيد قطب والتربية بتاعة حسن البنة وغيره أما مسألة نقل السنة إلينا نقلت بالأسانيد ودي ميزة تميز بها الإسلام يا أبو بكر عبد الرازق يا بليد قال أما أنت الفكر فكر بتاع شنو تظهر رأسك بليد نظيف ما بيعرف إجراء آيات زي ما حوريك شيخ مزميل الآن آيات ما بتعرف تجرأ أنت بيرفع المفعول به وينصف في الفاعل يا دول أنت قائل المؤتمر الشعبي ده غران أنت ما عارفه قالوا له لو ارتبه هو الغران وما فهم للقران حاجة ولا حافظ أكتر آية بيحفظ مسم فيمتة حفظ صم وما عارف زاته فيها تصورة إنا نحن نزلنا الذكرى هاتم لاية وإنا له شنو لحافظون دي غلط فوقه قال إنا أنزلنا الذكرى وإنا له لحافظون ونحن وديتا وين نحن وديتا وين فيمتة فالأسانيد التي جاهد بها السنة هي نفس الأسانيد التي جاهد بها القرآن ولذلك ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله قال وعلم الإسناد والرواية مما اختص الله به هذه الأمة واجعله سبيلا إلى الرواية قال فإن أهل الكتاب لا إسناد لهم ينقلون به المأثورات وكذلك أهل البدع من هذه الأمة أهل الضلالات وإنما الإسناد خصيصة من أنعم الله عليه وأتم عليه المنة أهل الإسلام والسنة يميزون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقويم لكلام ابن تيمية في مجموعة الفتاة والصفحة رغم تزعة يا بليد أما نتفكر بتاعت شنو أنت بتعرفها في إمتى ولذلك أدلة كثيرة جاءت بالأسانيد والتفتيش أدلة موجودة لكن أنت لقيت البلد البلد لقيت خلو لقيت فيها كلاب وهوس ومساطير ما دل ما بنأذرك بنأذرك ذا وده يدافع عن منه كذلك أفطر الدار يتكلم عن أسانيد أسياد الأسانيد هم الصحابة وشيفي ده طعم فوقهم دجال الفتحاب طعم فوقهم ده تاني يدافع عن شنوه في إمتى ولذلك ولذلك شوف أسوى تلفزيون ما تأخذ منه ديم ولا تحضر لهم تقول دار أشوفه كده ما تحضر لهم يا زول ديل بمقصوك أنا واحد بارح من أخواننا جزاول أخير ضرب لي قال لي شوف قلت لدي أنا لو شفتها بالليل ما بنوم والله ما أقدر أنوم لأنه بمغسك أنا بكسر الشير بشوف وقه ده في إمتى زول ما عنده حاجة النبي عليه الصلاة والسلام عشان أديك الأدلة أول حاجة من الغران ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادبين في إمتى الآية دي العلم قالوا أصل في الأسانيد ومعرفة الأخبار فربنا قال فتبينوا وفي قراءة أخرى فتثبتوا فمن التثبت تعرف إنه ده شيخ منه وشيخ ده كويس ولا تابع للمؤتمر الشعبي وشيخ ده حافظ كويس ولا ما حافظ وموضوع طويل جدا موضوع طويل جدا ما بتفهموا أنت والنبي عليه الصلاة والسلام في سنن نبي داود من رواية ابن عباس قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم قال صاحب عون المعبود وهذا خبر في معنى الأمر أي فلتسمعوا وليسمع من هو دونكم منكم أداء للرسالة وبلاغا للأمانة الموضوع هذا طويل جدا لكن أنا أفتح الفرصة لأنه المجال ضيق ونسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في الوقت للشيخ مزمّل فقير إن شاء الله ويوضح هذه المسائل فليتفضل المجزين مشكور وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدت مرهما الإله ويشهدك يا قحطان اشتركوا في القناة